اهلا برج الاسد. اهلا بيكم في قراءة عامنا. انا شايفة هتكون قوي. شايفة كمان ان انت في تواصل عالي. وان انت هتقدر تسيطر على الافكار. اه اللي في دماغك. دي الطاقة بتاعتك. وكمان شايفة في نجاحات جيالك. يا برج الاسد. انا اه شايفة كروتك اه كويسة. اه شايفة كمان اه في فترة الماضية كان في حزن. والحزن ده. اه هو مفروض انه دليل على اليأس او اه الغضب الانسحاب الخسارة. فشايفة ان كل ده اه هينتهي دي مرحلة اه وهخلطت او انتهت وهتطلع منها. اه. في العاطفة انا شايفة انه الامور غمضة بالنسبة لك. الشريك شايفة حتة عند. من حد فيكو. في الاغلب العندة انا شايفة من عندك انت. انت سمحت كتير. وحس المصطقة عندك قليلة. شايفة كمان فيه علاقة ثلاثية. شايفة الشريك او علاقة ثلاثية بصفة عامة موجودة. قد يكون الشريك دخل فيه علاقة ثلاثية لكن هي مش حساها حاجة يعني اساسية. اعتقد ان هي حاجة عابرة. شايفة ان انا شايفة جو اساري. شايفة سعادة. شايفة انبساط. فاعتقد ان فترة الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك هتنتهي. حقيقي الواضح ان هي مش قريب. يعني هي مش هتبقى حاجة قريبة. لكن فيه انت هتعرف تعدي. واعتقد ان الشريك بيسابق الزمن علشان يوصل لك. هو بيحاول على قد ما يقتر. زي ما قلت انا شايفة ان فيه طرف عميد انت دمعت نشفة شوية. على قد ما على قد قوتك. وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح. اه لكن بتوصل لنقطة اه استوب. اعتقد انت وصلت لها اه في اه العلاقة بتاعتك. اه اعملت استوب. واعتقد ان هتبقى فيه بداية اه جديدة اه بينك وبين اه الشريك. اه زي ما قلت. اه انت اه بتشتغل بدماغك. انت اه حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك. بتحاول تعمل اه توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة اه الجاية. زي برضو ما كانت الطاقة بتاعك قال لك. اوكي. الشغل كله ان انت بتحاول اه الافكار كلها اللي دايرة في دماغك انت بتحاول ترتبها. بتحاول تشوف ايه المفيد. ايه الصالح بالنسبالك. اه اللي انت عملته ده صح او غلط. اه تصرفاتك. اه شايفة ان انت ماسك. عرفت تحط ايدك على نقاط الضعف. نقاط القوة الموجودة عندك. اه انت غلطت في ايه? هتتخلى شوية. انا شايفة كمان ان انت هتتخلى شوية اه عن العناد اه بتاعك. انت عنيد جدا. اه ما بتحبش حد يغلط فيك. اه زي برضو الشريك بتاعك اه هو على قد ما بيحبك. اه لكن في عنده اندفاع. اندفاع متهور متسرق. وانت اه كان مضيقك الحاجة دي جدا. انت انسان اه زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. اه انا هنا شايفة العقل. كمان اه الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة اه يعني انت معلية معلية تفكير عندك او انت اه الفترة اللي فاتت كلها انت بتسمع الصوت اه اه اللي جايد من عقلك مشي. فانت تعبت. انت حسيت ان انت اه يا ربي هو انا غلطنت. فحاليا انت في فترة مراجعة مع نفسك. انت بتراجع نفسك. لكن انا شايفة. انا شايفة والكروت بتقول ان هينتهي اه هو مش قريب. اه مش هتكون قريب. اه لكن مش بعيدة. يعني هي نقول خلال شهرين هتكون اه الامور استقرت مع الشريك. اه طيب نشوف انا عايزة اشوف. الان. انت. اه. كل الكروت قدامي اه التفكير. انت تعبت من كترة التفكير. تعبت من كترة التفكير. من كترة ما بتسمع صوت العقل. فانت تعبت. انت وصلت لمرحلة اه التعب. انا مش شايفة اه يعني حاجة برزة او مشكلة كبيرة. بالعكس اه شايفة فرص كويسة. شايفة اه كمان يعني استقرار. شايفة ان امورك مستقرة. فانت تعب نفسك. انت تعب نفسك. يعني اه احتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم اه المشكلة. ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا. اه ومن كترة ما انت بتفكر. اه فحاول تهدي اه تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. اه ادي فرصة لقلبك. ادي فرصة لقلبك. ما يغنيش عن ان انت اه اه تفكر. لكن ادي فرصة اه للشريك. لان هو شريك. شريك بيحبك قوي 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 قوي. اه اه اتخلص من العناد. حاول ان انت اه تكون مرن. يعني شوية مرونة كده. اه هتفتاح. اه شايفة كمان اه في حق هيرجعلك. في حق هيرجعلك. وهيرجعلك قويب قوي. اه انت اتعرضت الظلم. اه وبطبيعتك ان انت اه بتفوت كتير. اه بس اه ربنا معاك. يعني ربنا واقف جنبك. ربنا هيرجعلك حقك. هتفرح. هتفرح انا شايفة اه في محاسبة. اه في محاسبة وانت هتشوف الحاجة دي بعنيك. اهو. انت اتكسرت. انت يعني. قلبك مجروح. انت حاسس بجرح. لكن في انتصار. في انتصار. في رعاية. انا شايفة اه 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 ربنا. اه اه هيردلك الحق بتاعك هتبقى قاعد ومبسوط. اه عايزة اقول حقك هيجيلك وانت حطت رجل على رجل. الحق هيرجعلك وانت قاعد حطت رجل على رجل وقريب قوي. يعني هتشوف بعنيك الحاجة دي اه قريب قوي. اه في كمان اه شايفة اه بالنسبة ليه اه اللي بيشتغلوا اه في العمل. اه في شايفة اه بعضكم بيشتغل في شراكة او مش هنقول شراكة يعني زميلك في العمل. لو انت بتشغل في مكان فزميلك فيه اه العمل. اه فيه كلام اه بيتقال من وراك. اه. وانت اه كعتك. صابر. متحمل. اه انت روحاني. انت انسان اه روحاني. اه صابر ومتحمل. اه وزي ما قلت اه ربنا واقف معاك والحق هيجي لك لغاية عندك. اه ففي شوية مشاكل هتبقى اه موجودة. اه انا مش شايفة وشاية شايفة نقل الكلام. وشاية ونقل الكلام في العمل. لكن انت اه ربنا هيقدرك وهيقى في جنبك والحقائق كلها. آآ هتظهر. انت منتصر. انت منتصر. انت بقوتك. آآ. انت انسان جد. يعني آآ على قد الطيبة على قد الحنان. آآ على قد آآ آآ كل حاجة حلوة. آآ لكن انت انسان عقلاني. آآ مش بتدي فرصة. آآ يعني عايزة اقول ايه? انت مش بتاع كلام. يعني لابتقول كلام ولا يعني الكلام بيعدي قدامك. آآ وفي كمان يعني نقدر نقول لا. هي كلها هوائية. ده التقاط اللي حواليه. آآ هوائية كمان آآ شايفة آآ يبرز دامي برج آآ الميسان آآ وفي حمل. حمل وميسان هم آآ اللي ظهرين ودول آآ اعتقد هيكونوا الشريك. الشريك يا حمل يا ميسان. كمان آآ شايفة. زي ما قلت انت آآ آآ روحاني. آآ رغم الضغوط. آآ لكن انت بتلجأ آآ لربنا. آآ مش مدي. آآ آآ لا هي مؤسرة. هي مؤسرة عليك من جوة. آآ الكلام والقيلة والقال آآ آآ مؤسرة عليك وآآ ومخليه التفكير عندك آآ 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 يعني انت مكوتر خلاص حاسس ان لأك استوب. 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 انت عامل استوب مع نفسك. آآ آآ وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. آآ شايفة كمان آآ يعني عايزة اقول انت بتحاول تهزب نفسك. آآ الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضرة في حياتك. آآ سواء عادات انا شايفها قدامي. في عادات سيئة موجودة عندك انت بتحاول تتخلص منها. آآ آآ انت بترتقي بنفسك. انا شايفة آآ الفترة ايكاية هي مرحلة الارتقاء بالزات. آآ آآ انت آآ روحانياتك عالية قوي آآ آآ قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده. آآ 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 وشايفة ان آآ مجهودك آآ مع نفسك آآ هيكلل بالنجاح. هتقدر آآ تسيطر. آآ شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة ما تقلقش منها ما تخافش. دي علاقة يعني عابرة. لا ما لهاش اي معنى. بس في علاقة. الشريك هيدخل في علاقة ثلاثية. آآ ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي آآ شايفة للمنفصلين او آآ العزاب او المطلقين. انا شايفة فيه آآ رجوع. آآ بعد ما هتصبط آآ دماغك. لان انا زي ما قلت التفكير هو الغالب عندك بعد ما تقدر تسيطر آآ على افكارك. الافكار افكار 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 كتيرة. بعد ما تقدر تسيطر عليها آآ الحقيقة هتبتدي آآ تتفتح قدامك. آآ تظهر قدامك. آآ آآ امورك آآ هتستقر. آآ نصحتي ليك اللي قدر اقولها لك آآ آآ الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير. آآ خليك. زي ما انت قوي. زي ما انت برج القوة رمز القوة. فانت سيطر عليه. ما تخليش هو اللي يدمر حياتك. لا. خد من التفكير آآ اللي شايفه انه افكار افكار.